النهاردة شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعليات النسخة التالتة من معرض التجارة البنية الأفريقية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بقاهرة جديدة بيشارك في هذه الدورة ممثلوخ 75 دولة و 1600 عارض من مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية اللي بتتميز بها هذه الدول الأفريقية المعرض بكل تأكيد ليه أهداف كتيرة جدا لأنه هذا المعرض هو منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة الأفريقية بالإضافة كمان لزيادة معدلات التجارة البنية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقاومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء كونها قارة بكروا لسه فيها فرص استثمارية كبيرة جدا بتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وضرف اقتصادي عالمي عصيب ودقيق الحقيقة وبيعقد المعرض في مصر للمرة الثانية وأقيمت دورة الأولى عام 2018 وكانت الحقيقة لقت نجاح كبير جدا سواء كان من حيث عدد المشاركين أو حتى حجم الأعمال والفعاليات المنظمة وده بكل تأكيد ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر خلينا نتابع مع حضراتكم كلمة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية لأن الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم هذه النسخة نسخة هامة جدا وفكرة أنه يكون دلوقتي في هذا التوقيت اللي بنتابع فيه تفاصيل وأحداث كتيرة جدا على مستوى العالم سيدة الرئيس دايما بيؤكد على فكرة أهمية التكتلات إن كانت منظمة التجارة الأفريقية أو البركس أو غيرها التكتلات الاقتصادية بيكون لها وزي ما قول وراء الضغطة أو بتكون لها عامل قوة بيقدر يكون فعال وبيقدر أنه كمان يكون لأثر كبير فيما يحدث حتى في كل المجردات اللي بتحدث حول العالم خلينا نروح زي ما قلت لكم لتابع كلمة سيدة الرئيس ونرجع لحضرتكم على طول في البداية رحب بكم جميعا السادة الرئيساء الدول والحكومات أهلا وسهلا ملاوي وزنبابوي وكل المشاركين في المؤتمر واسمحوا لي أن أنا أرحب أيضا بكل الشركات اللي شاركت معانا في معرض التجارة والحقيقة زي ما سمعنا خلال يعني الحديث اللي تمت النهاردة قدقي مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية نتكلم على سوق فيه أكتر من واحد وثلاثة من عشرة واحد واربعة من عشرة مليون إنسان أو مستهلك نتكلم على قدرات اقتصادية هائلة نتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا سواء في كل المجالات لو اتكلمنا في الزراعة لو اتكلمنا في التعدين كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع مش حنسي أبدا أن أنا أوجه الشكر على مشاركتكم الإيجابية وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك التجارة أو رئيس البنك الأفريقية للتجارة تصدير والاستراد دكتور بانديكت أشكرك جدا جدا على الجهد المبزول وإحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين أن إحنا حرسين جدا على أن يكون دايما دعمنا دعم إيجابي مصر دايما بتحاول أن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس مش حاجة تانية لأن إحنا في أفريقيا زي ما أنتم شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الأمر وبالتالي إحنا في مصر دايما حرسين على إحنا نقوم بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات ومش أكتر من كده وإطفاء حرائق لو في حرائق لو كان ممكن نعمل ده مرة تانية أرحب بيكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر وأتمنى لكم أن المعرض يقوم بالدور اللي إحنا بنتمنى شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر